طب خلونا نخب معنا على تليفون ساتة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون المشاركة الأوروبية أهلا بك يا فندم أهلا مسائل الخيرات إزاي الصحة مسائل فل يا فندم أهلا بك يا فندم كنت بسأل على طبيعة العلاقات الدائمة والسابقة مع أسبانيا من جهة والتطور اللي احنا بنشوفه بعد زيارة رئيس الوزارة في أسبانيا إلى القاهرة ده تاريخ طويل طبعا يعني مش عاوز أخذك لغاية النهضة العربية في أسبانيا والأسبان على فكر العقلاء يعتزون بفترة الحكم العربي وما زالت الأسماء العربية كثيرة في أسبانيا جزء كبير من الكلمات الأسبانية ستجد لها أصول عربية صحيح فهو تاريخ طويل واندماج تاريخي والثقافي بعد ذلك في شؤوننا السياسية الأسبان كانوا من أكثر الداعينين لقضيانا وخصوصا القضية الفلسطينية قبل أن تدخل أسبانيا في الاتحاد الأوروبي سنة 72 ثم صارت عضو في الاتحاد الأوروبي احنا تصوضنا كما تعلم لإيجاد مشاركة مصرية أوروبية وقعناها سنة 2001 هنا بقى زادت حجم العلاقات لأن أزلنا الحدود فيما بين مصر وأسبانيا وال27 دولة أوروبية بمعنى لا توجد رسوم جمهورية أو أي عوائق بين مصر وكل بلدان الاتحاد الأوروبي أسبانيا أيضا لها فضل أن رئيس وزراء الأسبق ما توتس كان هو لما كان مفوق في الاتحاد الأوروبي هو الوضع ورقة التعاون الأوروبي المتوسط ولكده أول مؤتمر يضم بلدان أوروبا وبلدان شمال البحر المتوسط كان في برسليونة في أسبانيا ودائما نتكلم عن أن نسمي نفسنا الدول إعلان برسليونة إذن لهم الفضل الكبير في هذا ولهذا عندما صار رئيسا للوزراء أنا حقيقة لجأتي إليه لكي يساندنا في مطالبنا في الصدرات الزراعية لأن مصر طبعا صارت من أكبر المصدرين الزراعيين إلى الاتحاد الأوروبي من الخضر والفاكهة ومن الظهور على فكرة من أغلى السلع اللي بنصدرنا الظهور ياريت كلنا نزرع الظهور حاليا دخلنا بقى في مجال جديد وهو دول شرق البحر المتوسط وما يعني أهدان الله دي عظيمة وهي اكتشافات الغاز الأخيرة فبالتالي ظهرت أطماع مضادة لنا ومرتزقة راحوا يحتلوا ليبيا عشرين ألف ومرتزق أتت بهم دولة عظمة قديمة إلى المنطقة كل ده يتعارب مع سياسة مصر ويساندها في ذلك الاتحاد الأوروبي بل حلف الأطلانطي ولهذا نحن في موقف جيد جدا وأنا هيسريني أن أقول لك أنك ديبلوماسي مصر يقول أن كل سياسة تخذتها مصر العالم كله بيثق فيها واللي عرضونا اتتبعوا سياستنا بعد 40 سنة صحيح وفي أمثلة عديدة على هذا المهم أن نكون مجموعة غاز البحر المتوسط مقرار القائرة ده مشروع بنصدر غاز للدول اللي محتاجه بنستورد غاز لدميات وإدكو بنحول الغاز إلى سائل ونعيد تصديقه لسائل بقيمة مضافة عظيمة جدا تخلق الكثير من الإيراد كثير من الوظائف لأولادنا مشروع أثر ومشروع ربط الكهرباء نحن نربط الكهرباء من بغداد في أقصى الشرق إلى الدار البيضاء في أقصى الغرب ومع السدود في الجنوب السودان الكونغو تنزانيا وإحنا بنجني سد تنزانيا وإذا ربنا أهدى أو هدى إخواننا في سويجي حنرتبط بيهم أيضا بحيث أن أوروبا اعترفت بنا كمركز لتجارة وتصدير الطاق أسوأ الغاز أو الكهرباء أو البتروز نيجي لأسبانيا طبعا تاريخها مع مصر كما عشرنا لكن أيضا أضف لهذا لها تاريخ طويل في صناعة السيارات صناعة الأدوات الكهربائية بنصدر لها الكثير جاء وقت كانت بتنافسنا منتج كبير للبرتقان لكن احنا صرنا احنا طلعنا مركز أول للبرتقان والفواكه والخضر إلى أوروبا الآن بمسندة أسبانيا تاريخ الحقيقة يعني نعتز فيه لكن عاوزين نبني عليه بقى طبعا عاوزين أسبانيا تعلمنا إزاي أسبانيا إزاك الخمسة الخمسين مليون عندها ستين مليون سائح يبقى إحنا لازم نجيب مية وخمسة مليون سائح بقى مفروغ إزاكارين مهان أيو واكتر والله وأقول لك خبر جيد أن احنا أيضا نستعين الآن بخبرات النمسا لأن النمسا خمسة ملايين عندها أربعين مليون سائح ثمان سائحين لكل مواطن لكل مواطن كيف سيتعامل في مدخل الفندق كيف سيعاملوا الناس في المحلات وهي كل إيه ده لو كده سات السفير ده لو كده سات السفير يبقى إحنا عايزين 800 مليون سائح بقى بظبط يعني خلنا مطوضعين نقول نبتدل 30 مليون سائح خليها أربعين طوال ثم نطورها ماشي وإحنا نستحق هذا وأكثر صحيح نحن أكثر بالبني العالم تنوعا عندنا سياحة الشراطي عندنا سياحة البادية والرحلات عندنا سياحة طبعا السياحة الثقافية الأثار والسياحة التقليدية فمصر جديرة بهذا ودي على فكرة يعني زي ما يقولوا يعني اتجارة جدا صح ومهنة عظيمة يعني كثير من المصريين يستفيدوا بها ويريتنا نضاعف بهدنا في هذا ثم الصناعات عاوزين نجذب استثمارات من أسبانيا في منطقة قناة السويس في سينا في غرب ودي النيل على البحر الأحمر في الصعيد والبلدان التي بدأنا نصنعها لأن عندنا نهضة صناعية كبيرة إن شاء الله في السنوات القادمة نحتاج لكل شريك نستطيع الاعتماد عليه لتطوير الصناع في مصر مية في المية أنا بشكرك جدا سيد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون المشاركة الأوروبية